طيب يا شباب. اليوم ان شاء الله بنا نستمر في المحاضرات. بنا نحكي عن الاجنس و الانفارومنتس. طبعا الاجنس احنا حكينا عنها سابقا انه هو بده يشتغل في بيئة معينة لازم تكون محددة. اليوم حنحكي عن تفاصيل اكتر فيها ولازم نحكي عنها الان لانه لما نيجي ندخل في في المركوف ديسيجين بروسس ولما ندخل كذلك في في موضوع الريينفورسمنت لازم نكون انه احنا توسعنا في موضوع الاجنس وفهمنا مفهوم الاجنس بشكل افضل. اوكي. طيب اي اه خلينا نحكي عن اي اه الاجنس والانفارومنت. احنا في بداية المحاضرات حكينا انه الاجنس بتكون من سنسورز و اكتويتورز. الاكتويتورز هي من خلالها انه بيعمل اكشنز في الانفارومنت والسنسورز بيعمل برسبت للانفارومنت اللي موجودة حواليه. والانفارومنت هدي لازم تكون محددة. ما بنفعل انه تكون مفتوحة. لازم انه تكون يعني محددة. تمام? اي اه لو يعني ممكن نعتبر انه الهيومن انه عبارة عن ايجنت. مظبوط. صحيح لانه انت في عندك اكتويتورز معينة وفي عندك سنسورز معينة. ايش هي سنسورز? سنسورز. الحواس. بالضبط. انه انت في عندك اه النظر والسماع وحاسة اللمس والشام والتذوق. والتذوق. وكل هاي الامور. تمام? والاكتويتورز هي العضلات اللي موجودة عندك تمام? والجهاز الموجود عندك. ممكن انه انت يعني من خلال انه انت تقدر تتحرك وتعمل اكشن معين. بالاضافة للس ديسيجنز اللي انت بتاخدها في الدماء. طيب. ممكن نعتبر البوكيت كالكوليتور عبارة عن ايجنت. ممكن. بكمنا في اكثير عمليات يعني معقدة. بنا نرجع نفكر في هاي الشغلة. انه فيه سنسور وفيه اكتور. بالضبط. هل ممكن نعتبرها? لو اعتبرنا انه ماشي شو السنسورز تبعتها? في عندك تبعة اله شو السنسورز السل تبعت الضوء للسنسورز تبعتها. غير هيك. هي الكابسة نفسها سنسور. تمام. يبقى السنسورز هي عبارة عن الكي ستايت سنسورز اللي هي والاكتورز اللي هي شو الاكشن اللي بتسويه? الاكشن اللي بتسويه انه هي بتعملي عمليات حسابية جمع او طرب او طرح. كيف بتعرضها على الانفارومنت اللي موجود عندي. من خلال ديجي ديس بلي. من خلال شاشة. وجه الشاشة هي عبارة عن الاكشويتورز والازرار هي عبارة عن سنسورز. طبعا هادا التمرين اللي احنا يعني بناخده اللي ما شفناه للهيومان قبل شوية والآن للبوكيت كالكوليتور مهم جدا ليش? لانه مطلوب منه انه انا بدي اقترح عليك ايجنت هدا محل الاسئلة. والايجنت هاد بدي اطلب منك انه انه انت هتحدد والاكشويتورز وبرضو هنتطرق لموضوع الانفارومنت ومش بس الانفارومنت بدي نحكي على موضوع البرفورمانس كمان. تمام? اوكي? فا اه اه بدي اعرف الاجنت فونكشن. الاجنت فونكشن هي عبارة عن دالة. تعمل باب للبرسبت هستوريز لاكشنز. يبقى انا عندي هنا البرسبت هستوريز عبارة عن ستار. اه البي ستار هادي عبارة عن البرسبت هستوريز. تمام? ومن خلالها انه بسير لها بنك اه يعني هادي البرسبت هستوريز لا اكشن معين. مع ذلك انه بدي يكون في عندي سيكونس اه لا برسبت ومن خلاله بدي يكون في عندي اكشن معين. يبقى الاكشن او رسبونس هو عبارة عن استجابة الا سلسلة من البرسبت اللي انا بشوفها امامي. يعني على سبيل المثال ايش يعني انا بنحكي انه يعني سيكونس اوف البرسبت. لو بنا نقدي لعبة التتريكس اكيد كلكم بتعرفوها واكيد اللعبتوها في مرحلة ما. ما بعرف اذا حتى ببقي انه هو بيلعب فيها لغاية الان ولا الان البرسبت انه هو انه انت عندك هاي الشاشة. تمام? بواجه لك بضع الاشكال هادي كيف? بالالوان بالاضافة لذلك انه بيجيب لك ايش? الشكل التالي اللي حييجي انت عندك. تمام? فبالتالي على هذا الاساس روح تخترت الاكشن. زي هيك انو هذا الزيحلية على اليسار عشان بدك اياه ينزل هنا. زي هيك. تمام? ممكن انو عفوا انو انا بدي اروح على الشمال عفوا. هيك. تمام? انا انا انا. اوكي. فهي جبته left. تمام? الاكشن اللي وراه برضو كمان left حشان بدك تجيبه هنا. زي هيك. تمام? جيبته هايو على left. وهيك انت بتعمل drop انو انت بتختار السهم اللي تحت. تمام? نزلته. يجيلك الشكل التالي اللي هو كان هنا اصلا بحضوط في النيكست. تمام? ويجالك النيكست فعلا اللي جاي. وعلى اساسه انو انت بتاخد الاكشن. فبالتالي اه بناء على البرسبت اللي انت بتستقبله بتاخد الاكشن سبعتك اللي هي عبارة عن رايت او ليفت او دروب. تمام? هنا الاكشن اخترنا. طيب اه الاجنت البروغرام الاجنت البروغرام هي هو عبارة عن مرنامج بيشتغل على ماشين معينة بنا نرمزلها بالرمز ام. وبيعمل لالف اللي هي عبارة عن اللي احنا شرحناها في السلايد السابقة. تمام? يبقى الاجنت بروغرام اي. تمام? هو عبارة عن ماشين. تعمل لالف. فبالتالي ممكن انو في التنفيذ سباحة انو من خلال ايجنت ايجنت بروغرام اي. اه اه وبيشتغل على ماشين ام. تمام? طيب. هجت. يعني اه اه اكيد بطبيعة الحال بيعتمد على الماشين بالاضافة على الاجنت بروغرام اللي بيشتغل. يعني اه طبعا هنا النوب يعني هنا ما عمل ولا شيء. تمام? هنا برضو نوب. فبالتالي انو نزل في بحله زي هيك. تمام? فبالتالي بتكون انو بناء على الماشين انو هي اللي بتشتغل. اخد مثال تاني. او اللي مكنسة الكهربا. مكنسة الكهربا طبعا احنا بناخد مثال مبسط جدا جدا يعني مثال نايف يعني سطحي على الاخر انو انا بدي اعتبر الانفارومنت تباعي عبارة عن هذا المكان. وفيه الوكيشنز الوكيشن اي واللوكيشن بي. تمام? فبالتالي على هذا الاساس بدو يتحدد ايش انا عندي البرسبت والاكشنز. مدام انا عندي الوكيشنز يبقى الاكشنز انا ممكن اخدها ليفت ورايت. طبعا انا عندي سك سك يعني انو المغرسية الكهربا بدها تشفط الغبرة. تمام? تعملها سك. ونوب او نوب او نوب او نوب او انو لا ما تسويش ولا اشي. ازا كانت اللوكيشن ازا كان اللوكيشن هادا نضيف يبقى بدي اختار هادا الاكشن اللي هو نوب نوب او بريشن متعملش ولا حاجم. طيب. شو الاجنت هادا بيقدر انو هو يشوف? بيقدر انو يعمل برسرت لشغلتين. اللي هو اللوكيشن والستيتس. اللوكيشن اللي هو عبارة عن اي او بي. تمام? والستيتس عبارة عن شغلتين. نوب او سك. لا. بالضبط. بالضبط. نعم. اوكي. يبقى هنا انو انو ياخد يعني فاليو من دو فاليو اي او بي. لوكيشن زي ما هو واضح امامي. تمام? وكل لوكيشن يا اما متسخ يا اما نضيف. فبالتالي على سبيل المثال تمثيل لهذه الشغلة انو انا موجود في اللوكيشن اي واللوكيشن اي ديرتي. فبالتالي على هذا الاساس الاكشن اللي بدي اختاره يفترض اختار سك. هاي هاي الفكرة في الموضوع. تمام? يبقى لو بدي اعرف الاجانت فونكشن. لو بدي لو الاجانت فونكشن بدي يكون في عندي سيقونس. تمام? وعلى هذا الاساس بدي يكون في عندي اكشن معين. انت لو كنت في اللوكيشن اي. واللوكيشن اي كان كلين. شو الاكشن الراشونال? رايت اللي هو على بي. صح? بالضبط. ارجع هنا على الرسمة. احنا انت موجود في اللوكيشن اي واللوكيشن اي نضيف. فبالتالي المنطق بيقول انو انت اروح رايت. تمام. طيب. متخيلين هاي هاي الرسمة انا عندي هنا بردو عشان ما ضلناش نرجع على السلايد. الان انت موجود في اللوكيشن اي واللوكيشن اي ديرتي. فبالتالي الراشونال اكشن. بزر. 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 ازا كنت انت في بي وبي ديرتي. ازا كنت في بي وبي ديرتي. اعمل ساك. ازا كان ال اي كلين. والبي كلين. ديرجع على لفت عوال مكان. عوال مكان موقع الاصلي. بزر. ازا كان اي كلين. وبي ديرتي. تمام. اعمل ساك. وهكذا. تمام. بهذا الشكل. هاي هاي السيكونس اللي انا بحكي عنه. فبالتالي انه بدي بدي يعني الريفليس ايجنت الريفليكس ايجنت الاجنت الانعكاسي يعني انه هو الاكشن ستبعته بناء على يعني عبارة عن ردود افعال انعكاسية حسب البيئة اللي موجودة انه هل هو موجود في اللوكيشن اي او بي وهل اللوكيشن هدا متسخ او نظيف. تمام? طيب. نيجي للراشوناليتي. احنا هنا اعطينا مثال عشان انت تكون شغال صح. الان بدنا 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 نحدد وهذا برضو واحد اسئلة كتير انه انا بدي اياك يعني انه 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 انت تحدد لي ايجنت والايجنت هدا بده تحدد لي السئل والاكشنز تمام? وبيدي اياك اه توضح لي البرفورمانس ميجور. البرفورمانس ميجور اه 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 كيف ممكن نقيس اذاء الاجنت هدا? انه 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 انا بدي ارضي لك نقطة لكل مربع انت بتروح تمسحه. اه فبالتالي انه مسلا بدي اعقسم المطار انا عندي لها مجموعة من السكويرز. تمام? المناطق. وكل نقطة انت بتنظفها انا بدي ادي لك عليها بلاس وان. فبالتالي الاداء تبعك كل ما زاد العدد تبعتك كل ما كان انه اداءك افضل. تمام? لكن. ممكن يكون في عندي خيار تاني انه انا ايش بدي ادي له مسلا. اه 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 one point. لا السكوير اه 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 انه بير تايم ستيب. هنا بده ادخل الستيب في الموضوع. تمام? يعني بمعنى انه انه انا بدي افترض انه انا في عندي ايجنت والايجنت هذا مسلا انه نضف المساحة هادي بهذا الشكل لو قسمتها انا عندي زي هاي مسلا في عشرين ستيب بينما في ايجنت تاني عمل نفس الشغل في سبع ستيبس وبالتالي هنا انا دخلت تاني اللي هو عدد تمام? يبقى بيختار اللي بتعمل يبقى انت بتك تحددها انت عندك حطلها على كزا ورقم اثنين حطلها على كزا حطلها على عدد البوينت حطلها على عدد الخطوات اللي انت بتعملها عشان يتنظف وعلى هذا الاسات انا راح اقيس لادا تبعك طيب نيجي لباكمان هل ممكن نعتبر الباكمان انه نعمله ايجنت ممكن يكون ايجنت ليش فيش فيه سنزور لا فيه سنزور لما يحس انه هذا قرب منه الشغل تمام في الحواجز هادي الانفارومنت كلها فيزبل بالنسبة له بالاضافة الحواجز واللوكيشن تبعا هدول تمام بالاضافة لانه هو بيعرف انه هادي انه عبارة عن انه نقاط اكلها جبل هيك او انه هي نقاط بدا تأكل طيب طبعا الباكمان انتو اكيد يعني عارفين واتفرجت عليه سابقا لو انا بدي 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 اعمال له ايه اه 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 بدي اعمال له بي اس وهذا المصطلح بدكم تركزوا عليه لانه برضو محل اسئلة يعني انا بدي اياك يعني اه اه ثقصت لي البي اس لانفارومنت معينة ايش 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 المقصود بالبي اس اللي هو عبارة عن البرفورمانس ميجور البي هادي البرفورمانس ميجور تمام والاي هي الانفارومنت لايجنت معين والاكتويتورز والسينسورز يبقى انت عندك اربع شغلات مطلوبة منك بديك تعرف ايجنت مطلوب منك تعرف اربع شغلات ايش هي اول شغلة البرفورمانس ميجور والانفارومنت والاكتويتورز والسينسورز ممكن تجي تقولي انه والله في غسالة الصحون ايش هي الانفارومنت الانفارومنت هي عبارة عن كزا دك توضح لي اياها هناخد امثلة وحتشوف كيف انت ممكن تصيغ الشغلات هادي طب ايش الاكتويتورز تبعتها عبارة عن واحد اتنين تلاتة ايش السينسورز تبعتها واحد اتنين تلاتة طب كيف هتقيس اداء غسالة الصحون بعدد الصحون الانضيفة اللي بتترك اللي بتعملها في خلال ساعة واحدة مثلا زي هيك تمام فخلينا نشوف لباك مان ايش كيف ممكن نتقيس الاداء تبعا بعدد النقاط اللي اكلها بالضبط ايش كمان انا في عندي نقاط عادية هنا وفي عندي النقاط الكبير اللي بتخليه يوكل الوحش بالضبط تبقى هادي بدي اديلها سكور وهادي بدي اديلها سكور تاني شو كمان الطايم مثلا ممكن اتأخر الطايم عدد اللي ستيبس انه انه ممكن يضلوا يلفلف يلفلف صحيح وانه اا يعكل كل الوايت دوتس مثلا في زمن عشر دقائق بينما انا ممكن اخلصهم في تلات دقائق في على подарدي وكيف تروحش اذا اكله كمان بدي اكون سكور كمان بالضبط انه بدي يكون بالماينص وانته هنا بدك تخلينا إنه احنا لو بضلوا يمشي في المناطق هادي ايش بدي أكون السكور اه ب Daar يعني هذا الستكور بالماينص هذا بوزيتف بوزيتف يعني بدي اكون سكور أعلى وهذا عبارة عن了 بوزيتف واحد زي هيكots هادي هه 팔� is score أعلى هادي سكور أقل عادي تمام And here score بالماينص معنى ذلك انه ازا بتضلك تلفلفلي في مناطق فاضي انا احصم عليك. يبقى هنا تمام? وبدي ازيد عشرة ازا انت اكلت فود اللي هي الوايت دوت بدي دي لك خمسمائة نقطة ازا انت فزيت خمسمائة نقطة بالماينس ازا انت موتت ازا ازا القوست انه يعني مسكك ومتين بلس هت لسكورد قوست معنى ذلك ازا انت اكلت الوايت دوت اللي بتمكنك انه انت تاكل القوست خدا حديلك عليه متين نقطة. فبالتالي كل المناطق هادي هيا هادي انا انا سجلتها هنا. هنا بالماينس. ايش كمان بالماينس? ازا انت موتت بالماينس. وكذلك انه انت تضلك تمشي في المناطق الفاضية. لكن ازا انت اكلت الوايت دوت حديلك عشر نقاط. تمام? واذا اكلت الوايت دوت الكبيرة بتاخد يعني سكور اعلى. واذا فضيت بتدي لك خمسمائة. اوكي. حدد الفورماز نيجور. يعني خلي بالك انا حضله على كل هدول الارقام عشان اقيم الاداء تبعك. تمام? فبالتالي هو يفترض لو بديش غير راشونال. بديو يختار الاكشن اللي بتزود السكور تبعه. ما بيختار الاكشنز اللي بتنقص السكور تبعه. ليش السكور الاكشنز اللي بتنقص السكور تبعه? انه يظلوا يمشي في مناطق فاضية. او انه يموت. او انه يموت. بالضبط. اتجنب هايش. اسوي اي حاجة تانية بتكسبك. الا انه انت تسوي شغلات هادة. طيب. بخصوص الانفارومنت. لو بنرجع لتطلع على الانفارومنت هادة ايش انا في عندي? حواجز. بالضبط. بالضبط اللي هي البيئة هادة كل هالحواجز. يعني كل اشي موجود بال بالبورد. بالانفارومنت ايه بالبورد. ايش ايش بسوي اه اكشنز? ايش الاكشويتور سبعته? بروح شمال يمين. بالضبط. left, right, up, down. بالضبط. ها بسويش اي شغلة. بروح شمال يمين. فوقتها هات. اربعة اكشنز بالضبط. ايش السنسور ستبعته? طبعا هنا انا بخصوص بالاكشويتورز هنا هادة left والright هادة عبارة عن الازرار اللي في الكيبورد. اكيد طبعا يعني انه زي هيك. ايش السنسور ستبعته? زي ما حكيت انه هادي كل هالستيت فيزيبل بالنسبة له. بيقدر يشوف الحواجز وبيقدر يشوف النقاط البيضة وين مكانها وكل الامور هادي كلها بالنسبة له معروفة. تمام? يعني لانه هادة عبارة عن يعني بمعنى ذلك انه كل معلومات البورد هدي موجودة عنده. مش انه روبوت موجود بالحقيقة. محتاج كاميرا او محتاج مثلا اه 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 سنسور معين اشعة تحت الحمراء او الى ما ذلك. واضح ببساطة شديدا يبقى الانتاير ستيت اس فيزيبل كل البورد اللي بيلعب فيها واضحة بالنسبة له. ناخد مثال تاني. وانه انت يعني ان انه انت بتسألوني دايما انه بدنا اه يعني انه انت تدينا تمرين. عشان هيك انه هاي زي ما تشايفين في السلايد هايها محفية. انت لو بدكم بتجاوبوا. هذا تمرين. وفي الامتحان بجيب لك مسائل زي هيك. بقول لك انا بدي ايك تعمل لبي اس مسلا لروبوت للتسوق. بدي ايك تعمل لبي اس لغسالة صحون. بدي اك تعمل لبي اس لسيارة تاكسي. كيف ممكن تقيس الاداء لسيارة التاكسي. ايش المقصود هنا. انو انت بدك تصمم ايجنت. يشتغل احل شوفير التاكسي. اول اشي ايش. عدد الطلبات مثلا. بالضبط. انا بتهمني الغل لاخر نهار. انا لو عندي سيارة وبدي اشغل عليها شوفير. اه 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 تاكسي. ايش مهمني في اخري ما اعمل اللي بتبكيها. المهم اخر نهار تجيب لي غلة محترمة صح? اهمش الغل. ايه اهمش. يوصلني للمكان اللي بدي اياه. بالضبط. انو يوصل الزبائن للمكان اللي بدي اياهم. لانو انا يعني اه اه شوفيديت الشوفير انو انا باجي بقول له انو انو انا بدي اجي اركب بقول له لو سمحت وصلني على البلد بروح توصلني على سوب مش عارف ابصر ايش? ابوصلني على 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 قرية تانية. لا. اه الهدف انو هو يوصلني للمكان اللي انا بدي اياه. شو كمان? ما فيش حوادث? ممكن حوادث. انو يوصل انو يوصلني سليم. طيف? انو انا كزبون انو يوصلني سليم مش يوصلني مخدود مسلا ولا يعمل الحادث في الطريق. يعنو الاخسارة على الجهتين. بالنسبة لزبون انو ممكن تكون انو الرزمون ما يصلش سليم. هذه الشغلة. والشغلة التانية انو بصير في ضرر على السيارة. يبقى هنا ما فيش حوادث. شو كمان? اه ممكن انو اوصل باسرع وقت سرعة. بالزبط. بالزبط. بس هذه السرعة ممكن انو احنا يعني اه 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 اوكي يعني بدنا تهتصف على عنصر الامان? هو زي زي المش مش مش اللي باكمان قدينو شغلات قدينو اعطيناه شغلات بالبوزيتيف وشغلات بالنيجاتيب. اه اه اوكي. ممكن ممكن اديلو اياك تاني. انو انا بدي اكت وصلني بسرعة. يعني هنا الشطارة بتصير في الموضوع انو انو انت تختار طرق فاضية. مش تروح لي في نص الزحمة. مش تروح لي في نص الزحمة وتصير تقول انه يعني لا انا بدي انا مستعجل بدي اصال بسرعة. شكرا مان. المسار اللي بدي اسلكه كمان من المساري. المساري ايش? المساري اللي بدي اسلكه كمان بعتبره من المساري. ايه. هو بأثر المسار على السرعة صح? انه انه كاكوست يعني. انه هدا المسار مسلا بيكلف منزيلة. اقصر. اقصر طريق. او اسرع هيك قصدي. طيب ايش رايكم في الشوفير اللي اه اللي بعمل طلبات كتير. تمام? بس اخر نهار برجع لي تلات اربع مخالفات. السيارة ما صارش فيها اشي. ما عملش حوادث. بس رجع لي تلات اربع مخالفات. نخصمهم من الغلة مع دول. طب ماشي ما بنخصمهم من الغلة. لأ انا بدي البرفورمانس ميجور انه احنا ندخل فيه زي ما قلنا انه لا حوادث برضو. ممكن الموقع بداية. لا مخالفات بالزبط. تمام. يبقى هنا الانكم الغلة اخر نهار. هابي كستمر. انه انا اكون مبسوط مش نخد نفس سيارة يضلو هيك يروح يمين فجأة ويرح يجمع الفجأة. ويوصلني على الموعد. وكل الامور هذي. تمام? بالاضافة للفيكل. اللي من ناحية المسار والبنزين وكل هذي الشغلة. الغرامات. انه ما بدي. ما بدي مخالفات. تمام? اه فكل هذي انه انا ممكن اعتبرها اه اه يعني اه 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 ميجورس للا لا 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 اداء الاجنت هذي. يعني فكر فيها انت زيك. يعني غسلته صحون. لو انت بدك تجيب حدا يغسل لك الصحون. كيف بدك تقيمة? اه بدك تقيمة. عكم صحيح خلص. ومش هيك بس. بدك على كواليتي تبعد الصحون كيف بدون مكسرش. مش تخلص لتلاتين صحن والتلاتين صحن هذول مش نضاف. لا. ما دي شغل. والشغلة التاذي بدي الصحون سليمة نضيفها. اكيد. مش بدون تكسير وبدون خدوش. بدون يعني انه انت تطقش ليها من الحواف. لا. ما بديش هذا الكلام. كمان ايش دكتور انه ما تستهلك. ما تستهلك مي اكتير. ولا الصباح. والثلاثون دقيقة محبئا للإستماعي. اوكي. طيب. الانفارومنت. شو البيئة اللي بيشتغل فيها الشوفير. مسارات البعث. بزبط. ايش يبقى الطرق? وايش كمان? طرق. شوارع. والشوارع وايش كمان? ممكن المطبات اللي هي من ضمن بده تكون من ضمن. بزبط. بزبط. يبقى أنا عندي الشوارع. السيارات التانية. هاي المقصود فيها. الشوفيرية التانية. ممكن اشارات المرور? بالزبط. برضو كذلك اشارات المرور. برضو وضع الطقس. ازا كان الدنيا بتمطر. الدنيا اه في اصحاب في غيوم. اه اه نفسهم. انه انا بدي ادور عليهم الكستمرس هذول. انه انا بدي شوفير بدي ادور علي كستمرس. بالاضافة لذلك انه ممكن الكستمرس هذول يكونوا موجودين على على الرصيف. بدهم يعبروا الشارع. كل الامور هذي كلها. لك في شرطة. برضو في شرطة هذي يعني من ضمن البيئة اللي موجودة عندك. طيب. شو اللي موجودة عند التكسي? الوتوميتد تكسي. موش النفس هالحركة انه ينشي. لحطي يوصل. لازم يكون في عنده جي بي اس واي فاي. يعني في وين اتجاهات والاشياء. ها دول اللي انت بتحكي عنهم سنسورز? ولا اكتشويترز? نو سنسورز. نا سنسورز هذول صحيح. تمام. انت ايش كيف بتبطي يعني كيف يعني السيارة هذي ايش الاكشن اللي انت بتحكي. بتخيل حالكا شوفير. ايش بدا هتمشي وتوقف. بتدوس على البنزين. بتدوس على الفرامل. بتحرك العجلات. بتحرك عجلة القيادة بتحركها على يمين على شمال. زي هيك. فبالتالي بسعطي اشارات برضو. بالضبط. كمام? بالاضافة لبريك. ممكن تضرب ببريك. ممكن تدعس منزين. كل الامور هذي. هذي عبارة عن اكتشويترز. برضو فكر فيها. انه فكر في الايجنت دايما. انت احنا احنا بدنا اوتوميت التاكسي. بس فكر انه حطها لك بحلو. انت لو شوفير تاكسي كيف بتسوق السيارة? تدعس منزين? تدعس فرامل? تدعس غماز بكل الامور هذي. سينسورز. هيا موجودة. موجودة عندك. او البحثة. بالاضافة لا الجي بي اس والرادار والاكسلرميتر. ايش الاكسلرميتر هذا? مقياس لايش? مقياس لايش? مقياس لايش? لا دكتور ايوه اه. بالضبط. والمايكروفون لايش? تواصل مع رزبون. وغير انه اتواصل مع رزبون. لو في شوفير تاني بيزمر لي شو? لازم اسمعه. صح? مثلا بيقول لك شرطة لقدام مثلا بالزبط في حادث. بالزبط. فكل الامور هذي كلها عبارة عن. بالاضافة للانجين الانجين سينسورز. الايش الانجين سينسورز? الزيت مثلا البنزين. المؤشر الزيت. الزيت. مؤشر البنزين. مؤشر اه الحرارة. كل الامور هذي. يعني شو الفايدة انه انه انت يعني شوفير تاكسي. وما بتعرف انه المتور سخن معك. وانه انت لازم تتوقف. يعني لازم تعمل سيانة. ويعني ما تقدر تقرأ هذي المعلومات وتضلك ماشي. او انه انت يعني الزيت تبع الفرامل لقيته انه هو المستوى تبعه اه نقص. وما تنطلق لازم يعني لازم انه يكون في عندك القدرة كشوفير انه انت تتعامل مع الامور هذي كلها. تمام? طيب. بدا يكون من ضمن هالسماعة اه? لانه اذا بدا يتكلم معي انا بدي السيارة بدا ترد علي. لا. اكيد طبعا اكيد. يعني اه يعني هذا الكلام يعني هنا شايفين كل حاجة انه في محطوط هنا نقطة 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 وهنا ممكن نحط برضو نقاط وهنا برضو نحط. عشان انا عندي الكنترولز تبع تحت هنا. هنا برضو نقاط نقاط معنى ذلك انه غيرهم. بس في هدول انه الكزا. اي 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 اه فهذا المطلوب منك في السؤال فعلا. انه زي هيك. مثال تالت. شو البياس? للمديكال دياغنوسيز سيستم. ايش كيف بدك تفكر فيه? بدك تفكر فيه كالطبيب. اول اشي بدي احدد الفيرفورمانس بدا تكون اني انا اقدر احدد المرض او. اشخص صح. من خلال الصورة نفس. اي التشخيص. تشخيص صحيح. شو كمان? اي ام? لو فيه دكتور الكشفية تبعته خمسين والتاني وتكشفية تبعته مية وين بروح انا? الديكتور اللي بيشخص صح وكشفيته اقل. عشان هيك انا فيه عندي اكتر من ميجور ما بتطلع على شغلة واحدة بس ما بتطلع على التكلفة بس عشان هيك احنا حطينا اول حاجة انه نشخص صح اول بفورماس ميجور اذا الدكتور متخصص او مش متخصص يعني بالضبط اول حاجة او بتروع طبيب عام او بتروع طبيب بالضبط انه الاختصاص طبعه انه هو بشخص صح وانه التكلفة تبعته اقل وانه طبيب متخصص شو كمان يعني هذي بشكل اساسي طب شو الانفارومنت اللي بيشتغل فيها ممكن تكون كمان الخبرة طبعة الدكتور يعني سنوات العمل اللي اللي له علاقة بالفيرفورماس اه اكيد طبعا هاي هاي السمعة السمعة طبعا الطبيب واحنا يعني اكيد كلنا بنواجه هذه الشغلة عندنا انت وانما تيجي تسأل تعرفش والله الطبيب شاطر في اختصاص كذا دلني بالله على طبيب في اختصاص مش عارف ابصر ايش اللهم عافينا جميعا دايما احنا بندور على السمعة انه بدي طبيب شاطر في كذا تمام موضوع التكلفة برضو عامل تمام والفيرفورماس ميجور انه البيشانت خلث انه مدى يعني انه قديش انه المريض بصح قديش انه هو بشخص صح قديش انه هو بيعطي اضوية صح كل الامور هاي كلها تمام شو الانفيرومنت اللي بيشتغل فيها المستشفيات شو كمان غيري جوه المستشفى دخلي في تفاصيل جوه المستشفى عيدات تسمون جراحية قسم الاشعار دكتور ممكن الجهاز نفسه اللي بيعمل تصوير الاجهزة الطبية يبقى المستشفى والاجهزة الطبية والاسرة والشغلات هذي تمام والميديكال ستوف تاني يعني انا بشتغل برضو مع طاقم تمريد وكل الامور هذي يعني انت قصدك هون اي اشي بيلزم لحتى اجري هاي الصورة او اخذ هاي التصوير طبي هو يعني بالضبط يعني زي هيك يعني انه يعني الاجهنت هادة مع مين بتعامل الاجهنت هادة اللي هو يفترض انه طبيب اي دكتور خلينا نسميه اي دكتور مع مين بتعامل بتعامل مع المريض نفسه برضو بتعامل مع الطاقم الطبي نفسه بتعامل مع الطاقم التمريد وزي هيك يعني هاي البيئة تبعته بالإضافة لأنه هو بتعامل داخل المستشفى وكل الأمور هذه شو الأكتويتور استبعته؟ داتا بالإضافة لأنه ببعض تقارير على الإيميل يعني ممكن أنا أحط أي شغلات تانية هاي الشغلات فش فيها صح وغلط بالمناسبة يعني أنت لو ذكرت أشياء غير هيك لو أنت اعتبرت التطبيق هذا الإي دكتور هذا عبارة عن تطبيق على الجوال وأنت تيجي بتحكيله الأعراض طبعتك وهو بروح بشخص لك إياه بالضبط أنه أنت بتقول أنه هو بتعامل مع التاتش سكرين تبعات الموبايل وأنه يعني بعطيني مثلاً فويس نوت تشخيص الطبي كارسة على صوتية أو برسلي تذكيرات أو إلى آخرين من الشغلات هذي وشو السنسورس اللي بتعامل معها؟ كيبورد وماوس لو كانت الصور هذي يعني بتعامل معها يعني كتطبيق أنه 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 أنا بحمله الصورة تمام؟ باستخدام الكيبورد والماوس أنه ممكن أعمل الاكشنز المعينة عشان مرطيز معاهم تمام؟ طيب هذي أمثلة إضافية إنه أنا في عندي هنا الأجنت والبرفورمانس ميجور إنفارومنت أكتويتورس سينسورس تمام؟ حسبيتال مانشمنت سيستيم برضو قريباً من اللي إحنا حكينا أوتوميتد كار درايف كار درايف تمام؟ كار درايف غير التاكسي تاكسي أنا كنت معني بالغلة لكن هنا لأ أوتوميتد كار درايف أنا بدي زي سواقسوا يعني أنه يريحني في السواقة بالضبط تمام؟ فهي الشغلة أنا تركت لكم إياها أنه تتطلعوا على السلايد وتشوفوا أيش البرفورمانس ميجور طيب سبجيكت توترينج توترينج إحنا ذكرناه مرة صادقا فاكرينه لما حكينا عنه توتر هو عبارة عن أيش مين فاكر؟ حكينا إيش الفرق من التيتشر والتوتر التيتشر مدرس لمجموعة من طلاب يعني زي ما أنا الآن بشرح لكم أما التوتر التوتر بيكون زي مدرس خصوصي يعني بشرح لحدا محدد حسب احتياجاته أنه أنت مثلا بدك أمثلة إضافية في موضوع الفلاني مش فاهمه تمام؟ فبشرح لي فيه أمثل أكثر لكن أنا ما بسوي هاي الشغلة لما أنا أكون كتيتشر أنا في عندي مجموعة من الطلاب عندي سبعين عشر تمانين طالب تمام؟ ما باجي بحكي لكل واحد أنت الموضوع هذا مش فاهمه حشرح لك أنت وأنت هذا الموضوع مش فاهمه بشرح لك أنت لا أنا بشرح للجميع بشرح كل المواضيع بشرح لي أكمل مثال خلاص سلامة سلمك لكن التوتر لا بشرح بشكل فردي بيصير يقول أنه هذا الموضوع مش فاهمه تحديداً بروح بعيد له زي هيك تمام؟ طيب شو ممكن يكون كيف ممكن أقيس يعني أداء المدرس الخصوصي والله أنا جبت مدرس خصوصي مفترض علاماتي تزيد صح؟ بناء على نتيجة الطالب بالضبط بالضبط أنا جاي بمدرس خصوصي عشان يحس المستوى في الدراسة يعني شو الفايدة أنا جبت مدرس خصوصي وعلاماتي نزلت تمام؟ طيب شو الانفارومينت اللي بيشتغل فيها؟ كلاس روم ديسك تشير بورد ستاف ستودنت هذا لو بديش تغل في بيئة يعني أنا بديش شغله كروبط لكن لو كان كسوفتوير زي تطبيق إلسا فاكرينوا التطبيق هذا اللي حكينا أنه هو بقيس أداءه بالضبط بالضبط فبدي أفكر فيها زي هيك إيش الانفارومنت اللي بيشتغل فيها مش بالضرورة يكون فيها عندي كراسي بالضبط بالضبط هو عبارة عن سوفتوير بشتغل في بيئة بشتغل في بيئة بشتغل مع مين؟ بشتغل مع ستودنت بشتغل فيها بشتغل من تطبيق موبايل تمام؟ إيش الـ كيف بيعلمني؟ كيف إيش بيسوي؟ سمارت ديس بلي هي عبارة عن الشاشة تبعته تمام؟ بالإضافة ل لو في أنا بدي أخد منه إنبوت من خلال الكيبورد مثلاً أو شغلة زي هيك تمام؟ أنا عندي أكيد حيكون أنا عندي المايكروفون والسبيكر والشغلات هذه يبقى هنا الآي والإيرز هذه لل للتوتر العادي كحيوماً لكن لو أنا بدي إياك هادي بالضبط بدي أنا كاميرا تمام؟ عشان أشوف أتعرف على اللي أمامي بدي مايكروفون عشان أسمعه هو بينتقل الكلمات وأصححه إياه وهكذا طيب هاي مثال إضافي هنا للبارك للبارت بيكينج روبوت بارت بيكينج روبوت اللي هو الروبوت وإحنا شفناه في أول المخابرات إنه بيلتقط إثمار بيلتقط الأوبجيكت أو إثمار أو الشغلات هيك ويجمعها كيف ممكن أنقيس أداءه أداش بجمع بالضبط يبقى هنا البرسنتيج أوف بارتس إن دا كوريكت بينز البن هي عبارة عن السلة المخصوط فيها تمام؟ يبقى أنا في عندي على سبيل المثال خمسمائة أوبجيكت من الخمسمائة أوبجيكت هدول من الخمسمائة أوبجيكت هدول قديش قديش إنه هو جمع لي أو حط يعني التقط بشكل صحيح حطي ليه في الكونيكت بين طيب الانفايرومنت إيش البيئة اللي بيشتغل فيها الروبوت هذا الكونفاير الكونفاير بيلت الكونفاير بيلت أكيد مرت عليكم اللي هو خط السير طبعا لإنتاج هذا الأحزام يعني البيلت اللي هو عارفين كيف شكمه؟ أجرار عريس دخوة بيجن عليه الإبداع وإنتك تنجي منها بالضبط بالضبط اللي هو اللي يعني زي ما أنت بتروح على السوبر ماركت وتحط الإغراض عندك وفي أنت عندك زي بيلت أو سير بيقربه للكشير عشان يبدأ حاسب أول بأول تمام؟ طيب شو الأكتشويتورز تبعته؟ الجوينت آرمز بالإضافة للهاند الأدرع تبعته بالإضافة للهاند اللي بيلتقط فيها شو سينسورز؟ الكاميرا والجوينت آنجل والسينسورز تمام؟ كل سينسورز عشان يتحسس الأوبجيكت يعني أكيد طبعا تمام؟ أوكي؟ تمام طيب هيك تقريبا إحنا بنكون خلصنا هذا الموضوع موضوع البييس موضوع البييس موضوع مهم جدا يعني بمحال الأسئلة تبعته أنه يعني نطلب يعني توصيف لأيجنت معين بناء على الأربع شغلات هدول اللي هو حكينا برضو عن أنه بيشتفل على ماشين معين وشفنا أنه كيف ممكن أنه يتصرف يفترض أنه هو يختار اللي بتعمل زي ما حكينا في المطار أنه أنا على سبيل المثال بدي في أنه بدي ععد عدد المربعات أو المساحات المضيفة اللي أنت تركت ليها بالإضافة لعدد اللي أخدتها لتنظيف هاي الشغلة حكينا برضو عن البياس وحكينا أنه بحال الأسئلة أنه أنت تعمل وصف للبياس لأيجنت معين هيك بيضل في عندكم أسئلة في هذا الموضوع وحكينا أنت تعمل ملتو أتنى لا لا تعمل تعمل